رداً على التقارير الصحفية التي تحدثت أن بعض المسؤولين الغربيين أشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يمنح أوكرانيا أسلحة نووية قبل تركه الرئاسة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لديها في مواجهة أوكرانيا إذا حصلت كيف على سلاح نووي بوتين وخلال مؤتمر صحفي الخميس في العاصمة الكازاخستانية قال إنه إذا أصبحت الدولة التي يخضون معها حرباً الآن قوى نووية ستستخدم موسكو كل وسائل التدمير المتاحة لروسيا وفي رده على الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على الأراضي الروسية بأسلحة غربية أكد الرئيس الروسي أن بلاده تختار أهدافاً في أوكرانيا قد تشمل مراكز صنع القرار في كيف مضيفاً أن موسكو سترد على الضربات المستمرة على الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى إلى ذلك أفد مسؤولون أوكرانيون أن روسيا شنت ثاني أكبر هجوم لها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا من ما أدى إلى أنقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص في غرب وجنوب ووسط البلاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زينينيسكي قال إن روسيا استخدمت في هجوم الخميس صواريخ كروز مزودة بذخائر عمقودية واصفاً الهجوم بأنه تصعيد شائن فيما أكد مسؤولون في البلاد بأن هذه الهجمات تسببت في شل نحو نصف قدرة أوكرانيا على توليد الكهرباء وفي سياق التطورات الميدانية قالت القوات الجوية الأوكرانية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 79 صاروخاً روسياً من أصل 91 بالإضافة إلى 35 طائرة مسيرة وذكر مسؤولون أوكرانيون أن موسكو استهدفت أيضاً العاصمة كييف مشيرين إلا أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة تم إسقاطها في غضون ذلك قالت روسيا إن هجوماً أوكرانياً نفذ بطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح الخميس على منطقة كراس نودار ما أسفر عن إصابة شخص جراء حطام إحدى المسيرات التي جرى إسقاطها ترجمة نانسي قنقر